طيب خليني يبنى ما إن إحنا في معرض الكتاب أنا عايزة روح يعني عند حاجتين أولاً أنت عندك الكتاب بتاع الجنة سور اللي بترسدي فيه رحلتك أنت أو رحلة البطلة اللي بتسافر سميها بلاد المهجر لأنه كندا يطلق عليها بلاد المهجر لأنه يعني ما هياش البلد اللي بتروحيها ثلاث ساعات وترجعي فهي فكرة الصفر الطويل وبتاخدي أفكارك معاك وتروحي وتعيشي وإيه اللي بيحصل بجنة سور إيه أهم الخطوط فيها والله هي كانت يعني مشروع كتابة يوميات وتحولت بعد شوية لكتابة أدبية على بعض القصص على علاقتي بالمطارات لأنه برضو السفر الطويل زي ما أشرت يعني الرحلة أبسط رحلة بعملها الكندا بتاخد 16 ساعة منهم مطارين أو تلاتة تدوينات تدوينات ونشرتها كنت في روزة اليوسف يعني اتنشرت مسلسة الأجزاء منها وبعدين كان طول الوقت فكرة الرحلة بين هنا وهناك يعني باجي مصر بشوف كندا إزاي برجع كندا بشوف مصر إزاي ويبقى طول الوقت قلب المهاجر ده متعلق ببلده لأم مهما حصل صحيح ويعني لحظة السعادة بتاعت إن أنا وصلت مصر حتى أنا وصلة في شهر أغسطس في أز الحر أبقى برضو سعيدة أن أنا وصلت أنا عارفة لحظة السعادة دي يعني عندنا وتبصي من الطيارة والإحساس والكده بالزبط بالزبط حاجة خاصة بالمسيح ليه خطرتي اسم للجنة سور؟ ولو أنها حاجة موجودة من برضو يوميات خاصة عند جهين آه دي من ربعيات يعني صلاح جهين وهو عند ربعية جميلة جدا بيقول البط شال عدل بالجبال والبحور يا ما نفسي حج أهج ويا الطيور آيو وبعدين بيختمها للجنة سور وعجبي آيو فأنا أخذت كلمة للجنة سور عشان أقول البحث عن الجنة مطلب إنساني يعني كلنا عاوزين السعادة آيو بنحاول نلاقيها هنا مش نافع فبنتلع على هناك فبرضو يبقى مش نافع فغالبا حياة المهاجر بتبقى بحث عن السعادة بين هنا وهناك طب وانتي بتبحث عن السعادة بين هنا وهناك البطلة لقيت نفسها فين يعني هل فكرة إن إحنا بنهاجر بالأجساد لكن تفضل الأفكار والوجدان متعلق بالوطن آه يعني أنا كمي أنا قلبي مع مصر يعني مهما حصل قلبي مع مصر طول الوقت وحاسة أن أنا إن عاجلا أو آجلا لازم أرجع يعني أنا بدرس في الجامعة فطبعا شغلي ما بيسمح ليش بالعودة كتير لكن لما بقدر أخطط للمستقبل يمكن بعد ما أخلص أروح على التقاعد أو حاجة تشبه كده هيكون أكيد في مصر هي هي يعني هي الأمة الأخيرة اللي أنا حلمس فيها ترجمة نانسي قنقر